بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في قناة السمك في اسكندرية معاكم عمر ابو الوفا ونرد ان شاء الله هنتكلم عن سمكة من اسماك المياه العزبة اللي هي سمكة البياض سمكة البياض من الاسماك الليلية اللي بتنشط بالليل وموسم سيدها من شهر 9 لشهر 11 بيستدلوا على وجودها لما يلاقوا سمك صغير بينط في الهوى ازاي يعني هي بتبقى مستخبية في ركن كده او في زاوية او حتة ديقة وبتبقى مستنية السمك الصغير يعدي اول ما سرب السمك الصغير يعدي هي بتهجم عليه فالسمك ده بيفزع منه وشماله في جزء منه ايه بينط من فوق المياه فلما بيشوف السمك الصغير ده بينط على فوق المياه كده ده علامة على وجود سمك كبير معدي وممكن يكون ايه سمكة البياض سمكة البياض ده على فكرة اسمها بالانجليزي برضو سمكة البياض مشهورة جدا ببقها المبطط الواسع وعندها 8 شنبيات على الجناب 4 و4 وعندها جلد معندهاش كشور وكمان الزعنفتين اللي فوق على ظهرها واحدة منهم شوكية والتانية ايه جلدية طبعا سمك المياه العزبة ملوش او في حكاية الاعمق الكبيرة فاقصى عمقه مسجل لها 60 متر وطالها عند البلوغ 30 سنتي تقريبا واقصى طول مسجل لها 112 سنتي وطولها المتوسط نص متر اقصى وزن مسجل لها 12 كيلو جرام ونص وفي مقال الهيئة العامة لتنمية الصروة السمكية وصلت كمان لـ 15 كيلو جرام واقصى سن مسجل لها 8 سنين بالنسبة للتزاوج بيكون من شهر 4 لشهر 7 يقوم الزكر والانسة بعمل عش مدور شبه عش الطيور بس خلي بالك يعني هو اعمق شوية من عش الطيور وكمان ايه واسع شوية يعني الواسع بتاعه من 10 سنتي لـ 15 سنتي والعمق بتاعه من 10 سنتي لـ 15 سنتي يعني اكيد نص طوانة كده ويتحط فيه البيض ويقوم الابوين بالحماية البيض بيكون لونه ابيض والواحدة كترها 10 سنتي تقريبا وبعد الفقس الولدة بتقعد في العيش ده كم يوم على بالمئة ما تسيب العيش وطبعا سمكة البياض من الاسمكة الجميلة جدا في اكلها وفي صدها وصلي على النبي صلي